بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين درسنا لهذا اليوم هو كتاب الجهاد نريد أن نتناول فيه آيات في هذا اليوم إن شاء الله نأخذ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الآية هي الآية 29 من سورة التوبة أو سورة براءة الآية 29 ولكن نقدم مقدمة عن الجهاد عن فريضة الجهاد في الشريعة الإسلامية نأخذ مثالاً من الحياة من حياة الإنسان وبالذات من حياة الفلاحين الفلاح عندما يزرع الأرض أحياناً يواجه مشكلة بل مشاكل إحدى المشاكل التي يواجهها الفلاح أن تنمو بعض الأعشاب الضارة مع زرعه أرض صالحة للزراعة يبذرها بالقمح يبذرها بحبوب القمح وينتظر أن يخرج لكن يفاجئ أن تظهر الأعشاب مع القمح من الذي يصنعه الفلاح أجيبوا أنتم رجاء من الذي يصنع الفلاح بهذه الأعشاب الضارة التي قد تلتف على زرعه وتهلك الزرع يقتلعها الحل الناجع أن يقتل هذه الأعشاب إما بأن يرمي عليها شيء من المبيدات أو يقتلعها هذا هو العلاج الناجع هذا مثال من الحياة الواقعية مثال آخر من الحياة الواقعية أيضا لكي نفهم لكي نفهم الجهاد في الشريعة الإسلامية وفلسفة الجهاد حكمة الجهاد حكمة تشريع الجهاد الطبيب عندما يعالج مريضا أحيانا المرض يحتاج إلى علاجات بسيطة مثل ماذا؟ مرهم لربما ويشفى الإنسان أحيانا يحتاج إلى شيء يأكله الإنسان بعض الحبوب الأقراص الأدوية يتناول بعض الأدوية سواء كان شربا أو تناولا مثل الحبوب والأقراص أحيانا يحتاج إلى علاج لربما أكثر من ذلك إلى أن تصل المرحلة إلى الطبيب الجراح أحيانا بعض الأمراض نستجيره بالله لا ينفع معها ماذا؟ المراهم والشراب والحبوب كل هذه لا يجدي نفعا يضطر الطبيب إلى ماذا؟ إلى إجراء عملية جراحية قد يستأصل أحيانا عضوا فاسدا في الجسم لا ينفع بقاؤه مضر صحيح؟ يستأصل عضوا من أعضاء الجسم أحيانا من أجل أن يحافظ على صحة باقي الجسد على صحة جسم المريض قد يقتطع عضوا يجري عملية جراحية وآخر الدواء الكيب كما يقال في المثل آخر الدواء الكيب هكذا مسألة الجهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله جاء إلى العرب بعثه الله إلى العرب وهو منهم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شاب في منتهى العقل كمال العقل سيد العقلاء كما أنه سيد النبلاء والشرفاء في الأخلاق وصفه الله في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم شاب عاقل مؤدد خلوق كما يقال رزن في تصرفاته صادق أمين الله سبحانه وتعالى اصطفاه اختاره لرسالاته كما اصطفى من قبله رسولا اصطفاه رب العالمين خصه بالنبوة وخصه بالرسالة بعثه إلى العرب في ذلك اليوم العرب كانوا ماذا؟ في شر دار وفي شر دين شر دار كانت الجزيرة الحجاز وما والاها أراضي قليلة الخيرات قليلة الخيرات قليلة المياه في ذلك اليوم كما أنهم كانوا على شر دين يعبدون الأصنام يعبدون أصنام يعبدون أحجار يقولون تضر وتنفع ويتعاملون بالربا ويتعاطون الخموم والزنا و إلى آخره من الموبقات مجتمع يعيش الظلمات حقيقة مجتمع يعيش حالة من التردي فلما جاءهم منهم من آمن ومنهم من كفر منهم من آمن ومنهم من كفر بعد ذلك الله كلفه بأن أيضا يبلغ أهل الكتاب بالرسالة لأن الله سبحانه وتعالى بعثه إلى إلى كل الناس كل الناس رسول الله لكل الناس ولآخر الدنيا لأنه هو خاتم النبيين وسيد المرسلين فلما ابتعثه إلى سائر الناس ممن شميلهم بالرسالة أهل الكتاب أهل الكتاب هذه الآية تشرع لرسول الله الجهات مع أهل الكتاب نتناول هذا اليوم هذا النص بالتحليل والدراسة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أول صفة أنهم لا يؤمنون بالله السؤال هنا مطروح إلى حضراتكم أهل الكتاب يؤمنون بالله أم لا إذن كيف يقول النص قاتل الذين لا يؤمنون بالله إذا كان أهل الكتاب يؤمنون بالله إذن في النص إشارة خفية ربما غير جلية نعم أو 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 لا يؤمنون بالله حق إيمانه توحيدهم مخدوش يوجد في توحيدهم في توحيدهم خدش مخدوش أكتب توحيد لأن ترى أنت عندك زجاج صافي وترى عندك شنو الزجاج مخدوش هذا ما يفيد فهو صحيح كل زجاج لكن زجاج عن زجاج يختلف سلعة عن سلعة يختلف سلعة هي نفس السلعة لكن إذا كانت فاسدة إذا كانت فهو في الظاهر لديهم توحيد ولكن في الحقيقة أهل الكتاب غير موحدين الذي يقول عيسى ابن مريم ابن الله هذا موحد حقيقتين لم يلد ولم يولد هذا التوعيد عقيقي أما أنه عندما يقول عيسى ابن مريم ابن الله ويبدأ يرتب على ذلك آثار عملية تشوف عندما يبدأ بالبسملة شي يقول النصراني بسم الله والابن وروح القدس ثالوث يثلثون يعتبرون الآلهة ثلاثة فتوحيدهم مخدوش اليهود أيضا يقولون عزير ابن الله اليهود يقولون الله عز وجل خلق الخلق ثم تركه وشأنه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا شنو يعني يد الله مغلولة يقولون الكون مثل الساعة اللي صنعها صانعها صنعها وتركها بعدما العلاقة بيها الله الشكل علاقتها بالكون بالكائنات اللي خلقها خلقها وتركها هي تدبر نفسها أنبعث أنبياء ورسل بالمنهاج بالشرائع صحيح لمصحيح وما يقول الله الله سبحانه وتعالى خلقها وتركها ما لا علاقة بعد بي نقول شنو ما لا علاقة وقالت اليهود يد الله مغلولة عقائدهم فاسدة ليس كل إنسان يحمل التوحيد الصافي بعد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أيضا ليس لديهم إيمان حقيقي باليوم الآخر بيوم القيامة لا اليهود ولا النصارى لأن لأن به في كتبهم به في كتبهم ويدعوهم إلى الحجاج ويقيم المعجزات لكن هم ماذا يعرضون يعرضون صفحا ويكفرون هذا مو إنسان يخاف من الله يخاف يوم القيامة هذا إنسان ما يأمن بأله ولا يأمن بيوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يستحلون لحم الخنزير يستحلون الخمور يستحلون كذا كل حلال عدوم ها شلون دين هذا هذا دين الأنبياء والرسل أكو دين من من أديان الأنبياء والرسل المتقدمين يستحلون شرب الخام يستحلون أكل الخنزير يستحلون كذا إلى آخره من هذه الذنوب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق دين الحق هو دين إبراهيم الخليل والوارث الأبدي لإبراهيم الخليل هو محمد صلى الله عليه وآله وبذلك جاءت الأنبياء والرسل هو إبراهيم كان يبشر به موسى كان يبشر به وذكره الله عز وجل في توراة في توراة موسى في التوراة التي أنزلت على موسى عيسى بن مريم كان يبشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هناك يسمى في الإنجيل كما يقال البارقليط أو الفارقليط كان يبشر به عيسى بن مريم ولكن كان يخفون هذه البشارات أو هذه البشائر لا يدينون دين الحق يعرفون أن الوارث الأبدي للأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وآله ابن إسماعيل الذبيح لأن كما تعلمون لإبراهيم أبو الأنبياء له ولدان الولد الكبير إسماعيل ذبيح الله يسمى الذي رضي بالذبح سلم لله عز وجل تسليما وعظمة الدين تكمن في التسليم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال له إبراهيم خليل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فسلم فسمي ذبيح الله الولد الأكبر لإبراهيم والولد الأصغر إسحاق شاء الله شاء الله أن يجعل من ذرية إسحاق النبي إسحاق أنبياء كثر أنبياء كثر وأن تعجل لهم النبوة والرسالة ويدخر الله يدخر الله لعالم الآخرين يدخر سيد المرسلين تاج المرسلين خاتم النبيين من تكون شريعته هو الشريعة الأبدية وهذا كان واضح على ألسن الأنبياء والرسل من زمن إبراهيم الخليل إلى عيسى بن مريم كل الأنبياء كانت تبشر والله عز وجل يقول في كتابه في القرآن الكريم أيضا يقول يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم يعرفونه مثلا كل واحد ما يعرف ابنه كل واحد يعرف ابنه يعرفونه اليهود والنصارى وكانوا يقولونه ولا يدينون دين الحق فالله شرع لنبيه في هذه الآية الكريمة قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى من هم أهل الكتاب اليهود والنصارى بهذه الصفات لا يوجد عندهم توحيد خالص ولا يوجد عندهم مخافة الله ولا يحرمون ما حرم الله من الخمور وغيرها ولا يدينون دين الحق ودين الحق هو يقتضي الإيمان بخاتم النبيين وسيد المرسلين الذي أظهر المعاجز ويكفيك بالقرآن معجزة وأي معجزة صحيح معجزة وأي معجزة لكن لم يقبلوا رفضوا عاندوا جحدوا صاروا حجر عثرة أمام الآخرين أخذوا يتآمرون على الرسول على أهل الإيمان تحالفوا مع أبي سفيان في معركة الأحزاب معركة الخندق وحشدوا حشودهم ضد رسول الله وأرادوا القضاء على الإسلام فالله عز وجل شرع قكالهم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا أمر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى هذه من هنا نقف وقف مهمك من حرف جر من حروف الجر أو حرف خفض من حروف الخفض أو حرف من حروف الإضافة اسماء مختلفة مصطلعات مختلفة عند المحات يسمون حروف حروف الجار أو حروف الخفض أو حروف الإضافة ما بعدها يكون مجرورا هذه يمن القضية الأولى هي لحروف الجر لحروف الجر معاني بل أكثر من هذا أكثر من هذا راح نترقى بعد لحروف الجر معاني بل أكثر من هذا لكل حرف من حروف الجر معاني لكل حرف أصلا يوجد معاني من حروف الجر الغ إلى على من إلى آخر كما تعلمون من حروف الجر من هنا التفتوا لي رجاء إذن لمين وفق هذه القاعدة لكل حرف من حروف الجر معاني إذن من لها عدة معاني فتارة تأتي من ابتدائية فتارة تأتي من ابتدائية كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما معنى من هنا ابتدائية يعني سبحان الذي أسرى بعبده ابتداء من من مسجد الحرام من بمعنى الابتداء ابتدائية هنا معناها الابتداء يحدد بداية مسيرة الإسراء أو رحلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام من أحيانا تأتي تبعيضية كما تقدم عندما حللنا النص القرآني الذي شرع الزكاة وهو قوله تعالى وفي سورة براءة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة هنا من لأي معنى جاءت تبعيضية جاءت تبعيضية إذن معنى الأول معاني من لها بفوعة معاني تأتي ابتدائية وتأتي تبعيضية ابتدائية كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى سبحان الذي سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده من هو عبده غنام المراد النبي محمد صلى الله عليه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد من المسجد سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرار إلى آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرار هذه من ابتدائية صحيح وتأتي تبعيضية تبعيضية كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى تقدم ودرسناه في كتاب الزكاة خذ خذ من أموالهم صدقة إلى آخر إلى آخر خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم تبعيضية هذا معنى آخر لماذا المجموعة توجد مجموعة معاني أو عدة معاني عدة معاني عدة معاني ل من لمن عدة معاني لمن واحد فيما نحن فيه من هنا جاءت ماذا بيانية من معانيها تكون بيانية كما في قوله تعالى وحلوا أساورة من فضة يبين أي نوع من الأساور وحلوا أساورة من فضة وحلوا في سورة الدهر سورة الإنسان وحلوا أساورة من فضة فضة من فضة إلى آخر سورة الدهر وحلوا أساورة من فضة يبين جنس الأساور ما هو جنس الأساور هل هي من الذهب هل هي من معدن آخر أو من فضة بيان بيان فإذا بيانية وحلوا أساورة من فضة فإذا من تأتي لعدة معاني ينبغي لمحلل النص القرآني وكل النصوص الأدبية أيضا الذي يحلل الأحاديث الذي يحلل النصوص الأدبية الذي يحلل النصوص القرآنية ينبغي أن يلتفت إلى معاني حروف الجر لها مدخل كبير في فهم النص فمثلا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ماذا يعني أنه يأخذ نسبة أو حصة من الأموال تبعيضية كما أنه في آية الوبوط تقدم قلنا للباء وهو أيضا حرف جار له عندك معاني وامسحوا برؤوسكم الباء تفيد تبعيض يعني امسحوا ببعض رؤوسكم له مدخلية لا فهم حروف الجار ومعانيها له مدخلية كبيرة فمن هنا ليست تبعيضية لو كانت من تبعيضية فمعنى قوله تعالى يعني قاتل بعض أهل الكتاب قاتل بعض أهل لكن إذا كانت من بيانية كما في قوله تعالى وحلوا أساور من فضاء يعني الله شرع له قتال كل أهل الكتاب من اليهود والنصارى وربما يلحق بهم بعض الفقهاء ألحق بهم الصابئ والمجوس أيضا بحث عد فقهاء المسلمين يبحثون أنه هل الصابئة أيضا من أهل الكتاب هل المجوس من أهل الكتاب معظ علماء المسلمين ألحق الصابئ وبعضهم ألحق المجوس أيضا فإذن هذه الآية تشرع تشرع الجهاد والقتال وقلنا هو عملية استئصال لبؤر مفسدة في الأرض فضل وضحنا هذا ليس لديهم توحيد حقيقي وليس لديهم مخافة لله و مراقبة حقيقية لا الله شرع أعطاهم خيارات هم لو كانوا صحيح يؤمنون بالله لو كانوا صحيح هو هذا قاتلوا الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يأتي سؤال عند مستمع النص من هؤلاء يا إلهي من هؤلاء يقول من الذين أوتوا الكتاب من هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب مثل كما في قوله تعالى وحلوا أساوره لو كان يسكت وحلوا أساوره يسأل السائل عندما يستمع المستمع بدقة يقول حلوا أساوره يا رب من أي أساور تحليهم من أي أساور يأتي الجواب من فضة فمن بيانية هذا الذي نريد أن نؤكد عليه أن من لها عدة معاني فالسياق يحدد ذلك من السياق ينبغي لقارئ الناس أن يحدد أن يعرف ما الذي يراد من من اكتب بالقلم الباء للاستعانة امسح برأسك أو وامسحوا برؤوسكم الباء تبعيد وهكذا يعني أنت ينبغي أن تفهم النص بدقة تحدد معنى حرف الجر تحدد من خلال السياق هنا الله سبحانه وتعالى يشرع قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من هؤلاء السؤال يأتي؟ يقول أهل الكتاب من الذين أوت الكتابة توراة والإنجيل يهود والنصارى شرع القتال لهم طبعاً خيرهم ثلاث خيارات هم بالخيار إما أن يقبلوا الإسلام فيكونوا فيكونوا إخواناً لنا إما أن يقبلوا بالإسلام يدينون دين الحق وهذا دين الحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل لم تأتي بالكفر بمحمد بل على العقس كل الأنبياء والرسل جاءوا يدعونه يبشرونه ويدعونه للإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله كل الأنبياء والرسل يسمونه النبي الأمي لماذا يسمونه النبي الأمي؟ طبعاً بالمناسبة الكلام يجر الكلام لماذا يسمى النبي الأمي؟ لا لأنه لا يعرف يقرأ ويكتب لماذا هذه علامة مهمة عد بني إسرائيل أنه هذا هو النبي الأمي؟ يعني علامة مهمة فيه كونه أمي يعني ماذا؟ أنه من أم القرى من مكته لا يوجد نبي من أنبياء بني إسرائيل من أم القرى لا يوجد من ذرية إسحاق إطلاقاً على الإطلاق لا يوجد نبي من ذرية إسحاق بعث من أم القرى النبي الوحيد الذي بعث من أم القرى هو النبي الإسماعيلي الذي هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم من أم القرى من مكة والنسبة إلى أم القرى أمي فعلامة بارزة فيه بأن يأتيكم نبي من أم القرى من مكة التي فيها الكعبة من هذا المكان يأتيكم من هذا المكان هذا النبي علامة واضحة فيه يأتي من الأميين من الأميين البعض يفسر أنه لا يقرأون ويكتبون لا ليس هذا هو المعنى الأميين يا إخوة مصطلح ديني كما أن أهل الكتاب مصطلح ديني أم لا مصطلح ديني أهل الكتاب ما معنى يعني أهل الكتاب يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل أنزلت عليهم التوراة والإنجيل هذا معنى أهل الكتاب الأميين يعني الذين يحجون إلى أم القرى يحجون ذاك البيت الموجود في أم القرى لن يكن يحج لأم القرى غير العرب مصطلح ديني مصطلح يعني هذا معنى نبي الأمي يعني منها ربما تقول هذا الفهم غريب أنا أطرحه على نحو يعني الرأي رأي في قبال رأي واحد يفسر أمي لا يقرأ ويكتب والأميين لا يقرأون ولا يكتبون هذا رأي رأي الآخر أن أمي منسوب إلى أم القرى أميين يعني مصطلح ديني لأنهم يحجون إلى أم القرى رأي في قبال رأي ولكل دليله وليس فيه كفر بالله أو بالرسول يعني هل هذا يستلزم أيضا الكفر بالله أو بالرسول ما يستلزم له ربما يهز شيء ثابت عندنا عبر القرون وشيعة ربما مشهورا لا أصل له ربما مشهورا لا أصل له ما لا أصل النبي صاحب الكمالات ومن الكمالات الكتابة والقراءة يعرف للقراءة والكتابة صاحب كمال هو جاء يعلم الناس القراءة والكتابة هو جاء يعلم الناس أصلا قراءة والكتابة حديث طويل المهم هم كانوا يعرفون هذا الشيء واضح عند أهل الكتاب لكنهم جحدوا وأنكروا قلنا جحدوا وأنكروا وأخذوا يكيدون للإسلام وأهله اليهود والنصارى ويتحدون يتحدون النبي محمد يقول أنت لست وارث الأنبياء والرسل أنت لا تمثل خط الأنبياء والرسل الله ماذا يريده أن يطرح نفسه يطرح نفسه وارث للأنبياء والرسل بل هو خاتمهم خاتم النبيين وسعين المنسلين صاحب الشريعة التي ينبغي أن تسود في الكرة الأرضية الشريعة الإبراهيمية السمحة بل ملة إبراهيم حنيفة كان يقول له ماذا كن يهوديا أو نصرانيا قال بل ملة إبراهيم حنيفة جئتكم بها سمحا بالملة السمحة يجب أن ينتشر خط الإيمان مشيئة الله أن ينتشر خط الإيمان البشر كالجسد الواحد قلنا الجسد قد يمرض فيه بعض الأعضاء تمرض صحيح؟ الطبيب الجراح بعد دراسة وتأني يرى أن استئصال هذا العضو ضروري من أجل أن يستمر الإنسان في العيش بصحة وهنا يستأصل هذا العضو الفاسد هذه القضية للجياب الله رأى أن اليهود والنصارى ينبغي أن يسن لهم أيضا أحكام شرعية تتعلق بهم خيرهم بين ثلاث نكمل النص حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إما أن يسلموا هذا حل يؤمنوا بالبشارات الموجودة عندهم وهي واضحة جدا ومنطبقة على النبي صلى الله عليه وعاله واضح البشارات لا تنطبق على غير محمد وألفت أنظاركم يا إخوتي ألفت أنظاركم إلى قضية مهمة أذكروا لي رجلا أذكروا لي رجلا واحدا من ذرية إسماعيل الذبيح ادعى النبوة والرسالة وجاء بكتاب غير محمد صلى الله عليه وعاله أذكروا لي رجلا لا يوجد النبي اليتيم يعني ماذا؟ النبي الرسول اليتيم يعني الوحيد اليتيم اليتيمة هي الدر الفريدة التي لا نظير لها لا يوجد رجلا لماذا لم يدعي رجلا من ذرية إسماعيل؟ هل أن ذرية إسماعيل تخلو من العظماء؟ كم من عظيم برز من ذرية إسماعيل؟ لكن لم يدعي لن يدعي نبوة ولا رسالة ولم يأتي بكتاب يتلى في الليل والنهار ألا يكون هذا مدعاة للتفكير؟ في صدق نبوة محمد صلى الله عليه أليس هذا دليلا واضحا وبارزا؟ في حين من ذرية إسحاق كم رجل دعا الدعى النبوة وهو صادق؟ من ذرية إسحاق الأخل أصغر لإسماعيل كم من نبي؟ يعقوب قال أنا نبي يوسف قال أنا نبي وإلى أن نصل إلى موسى وهارون إلى أن نصل إلى داود وسليمان وتستمر سلسلة من الأنبياء العظام من ذرية إسحاق آخرهم عيسى بن مريم من الأم ينسب إلى أيضا إسحاق من طرف الأم لأن لا أبى له إن شاء الله لن لكن لا يوجد رجل لذلك علامة قلت لكم واضحة كان يعرفونه القرآن ينص يعرفونه كما يعرفون أبناء فكانوا شكلوا حجر عثرة أمام طريق الإيمان فشرع الله فيهم إما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقاتلوا وإما أن يدفعوا الجزية خيار ثالث خيار ثالث لهم أيضا مفتوح هو أن يدخلوا من ضمن المجتمع الإسلامي لكن بشرق أن يدفعوا ضريبة ما معنى جزية حتى يعطوا جزيته الجزية ضريبة مالية تفرض على الرؤوس تفرض على الرؤوس لا على الأراضي ولا على الأملاك لنفرض اليهودي أو النصراني يملك في المجتمع المسلم يملك أراضي يملك فنادق لا ليس لنا داخل بذلك الجزية على الرؤوس ضريبة مالية لماذا؟ حكم في ذلك لأن اليهودي أو النصراني الذمي الذي يعيش في المجتمع الإسلامي لا يتحمل أعباء حفظ الآمن ليس منهم شرطة ولا جيش الجيش الشرطة من المسلمين هم يتحملون تعلمون أن الجيش الشرطة تحتاج إلى النفقات فهو يعيش آمن يذهب إلى متجره إلى مكسبه إلى كذا آمن يدفع ضريبة مالية سنوية يفرضها الحاكم الإسلامي فقط يعيش في أمان لا نتعرض له لكن بشرط أن يدفع هذه الضريبة المالية عن يد وهو صاغر هنا ينبغي أن نقف وقفة حليلية دقيقة عنده عن يد وهم صاغرون ما معنى صاغرون خاضعونه لدستور الدولة الإسلامية ما معنى صاغرون خاضعونه لدستور الدولة الإسلامية ليس من حق اليهودي أو النصراني بعدما يكون ذميا يعني يعيش معنا في المجتمع المسلم يدفع الضريبة يقول أنا أي شيء تريدون ضريبة أنا أعطيكم ضريبة ولكن أنا حر في ما أفعل نعم نقول له أنت حر في ما تفعل ما الذي تريد أن تفعل يقول أريد أن أفتح مكانا عاما أبيع فيه الخمور فيه راقصات ومغنيات أنشئ فضائية إباحية نقول له لا تعطي الجزية عن يد وأن تصاغر وأن تخاضع لدستور الدولة الإسلامية أن لا تحدث فسادا هناك هيبة للدولة الإسلامية والمجتمع المسلم يوجد هيبة ويوجد قوانين تحد من نشاطك الإباحي ممنوع من حقك أن تعيش بكرامتك تذهب إلى مكسبك إلى تكسب لقمة العيش تعيش مع أسرتك آمنا تتصرف ما تشاء في بيتك ما يحلو لك ولكن لا تظهر مظاهر الفساد سواء كانت هذه المظاهر حقائدية أو مظاهر أخرى ليس من حقك أن تروج للنصرانية للصليب مثلا ليس من حقك أن تفتح مثلا ماذا مكان لبيع الخمور ومشاكل فضائية يباحية هذا صاغر يعني خاضع لدستور الدولة الإسلامية الذي لا يبيح الإفساد في الأرض من ضمن الإفساد في الأرض نشر العقائد الفاسدة وأيضا السلوكيات المنحرفة عن جادة الشريعة مثل ترويج لحم الخنزير في الأسواق مثل الخمور وما شاكل منها لهم فقط وإلا له الحرية وفي أمان ويدفع ضريبة في خيار بين الإسلام بين أن يدفع الجزية وبين القتال إذا قال أنا أصر على القتال قتال إسلام يكونون إخوانا لنا يقولون من أهل الذمة نقول تدفعون ضريبة مالية وتخضعون لدستور الدولة الإسلامية هذا هو تحليل النص إن شاء الله أتصور أننا غطينا هذا التحليل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة